واحد من اكثر القصص الواقعية المليانة دراما وعجائب قصة الملازم هيرو اونادا اللي كان ضابط في الجيش الياباني في الحرب العالمية التانية وانتهت الحرب العالمية بهزيمة اليابان واستسلامها بعد ما الامريكان رموا عليهم اثنين قنابل نووية لكن الملازم هيرو كان صامل على الاخر ما كان عنده خبر عن الهزيمة ولا عن اليابان انه انه هزم وكل الاخبار اللي وصلته عن نهاية الحرب ما صدقها ظل الملازم هيرو مصمم على كفاحه عايش في الغابات والاحراش مدة 25 سنة يعيش على اكل الفيران والحشرات والغارة على القرى القريبة بعد ربع قرن واحد من المغامرين اليابانيين يوصل لعمنا الملازم ويوصل له رسالة شخصية من امبراطور اليابان اكتنع بعدها اخيرا انه الحرب انتهت والحمد لله ورجع عمنا الملازم هيرو لليابان بعد ما ضيع من عمره 25 سنة في الفاضي الكلمتين يا سيدي انتبهوا ان لا تضيع حياتك في اشغال ما لها معنى لا تخسروا حبايبكم لسنوات طويلة عشان شغلات تافى عمرنا اكثر واتبا من اننا نضيعوا في توافع الامور والسلام عليكم كنتم معه كلمتين مع زكي حسنين كاليوم ترينا دولا اشتركوا في القناة